طالب جنة من ولاية بسكرة ما شاء الله نروح إلى ولاية بسكرة مع الطالب والبرعم المتميز سلطان هيثم بدر الدين ويقيمه الدكتور عبدالقادر برحمي طربوش الأحمر ما شاء الله بطربوشه الأحمر الجميل أهلاً سلطان يختار سؤال شكراً سلم على الشيخ شكراً يا سلطان سلم على الشيخ مرحب أهلاً مشاء الله مشاء الله رقم سؤاله سيد الشيخ رقم السؤال سنار رقم واحد شيخ عبدالقادر رقم واحد مرحب 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 سلطان تمستعد إن شاء الله اليوم ستسلطن إن شاء الله في القراءة وفي التلاوة بحول الله قبل أن أتوجه إلى سلطان بالسؤال أود أيضاً أن أرحب بشيخي وأستاذي من تتلمثت على يديه فضيلة شيخنا البقية الباقية من جمعية العلماء المسلمين شيخنا الهادي الحسني فسعداء وشرفنا أيام شرف بحضورك بيننا بين براعم القرآن الكريم وبين هذه الحصة التي تززدان إن شاء الله بحضورك وتوجيهاتك ولا نزال نتلمذ على يديك ونتعلم منك شيخنا الكريم جزاك الله خيراً وأمد في عمرك سلطان هذا الطالب المجيد من بسكرة من سيدي عقبة من بلد الفاتح سيدي عقبة الذي شارك في مسابقات وطنية كثيرة يحفظ الكثير من المتون ما شاء الله عليه أيضاً مارس الرياضة مارس الرياضة يا سلطان وش مارس الرياضة ديرها؟ كراطي كراطي ما شاء الله لجنة التحكيم ستختخشاك اليوم يعني الله يستر علينا يا رب وش من حزام عندك؟ ما شاء الله برتقالي برتقالي يا ساتر نزال بداية ما شاء الله عليك يا سلطان يلا استعد اقرأ لنا من قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا وحيت إلى الحواريين أنا منوبي وبرسولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وحيت إلى الحواريين أنا منوبي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقل الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن ناكن منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ووزقنا وأنت خير وازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفو بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين أسبك بارك الله فيك أيها السلطان اقرأ لنا أيضا من قول الله عز وجل وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه فلادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربنا تذرني فعدا وأنت خير الوابثين فاستجبنا له ووابنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا حافظين وكانوا لنا حافظين وكانوا لنا خاشين ما شاء الله حسبك حسبك ما شاء الله عليك يا سلطان بارك الله فيك بقي لك الموضع الأخير ركز فيه جيدا أيضا وقرأ من قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب تيد الناس أعود بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب تيد الناس ليذيقهم بعض والذي عملون عنهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجعك للدين القيم من قبل أي فاقم وجعك للدين القيم من قبل أن من قبل أن ياتي يوم لا ما رد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياتي أن يرسل الياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون حسبك يا سلطان ما شاء الله عنك الله يبرك فيك شكرا لك شيخ عبد القادر وشكرا لهذا البلبل السلطان ابن ولاية بسكرة ما رأيك سيد الشيخ فيه إبليس عليه سلطان ما شاء الله أجمل تحكيك ما شاء الله شيخ عبد القادر تقييمك لأداء سلطان سلطان اليوم كان سلطانا في تلاوة القرآن في الأداء في هذا الحضور القوي لقراءة القرآن الكريم لو لا بعض الارتباك لا أدري لماذا اليوم صهيب قبله وسلطان الآن أيضا في بعض الارتباك والخوف في قراءة الآيات العين حق أصابتهم عين لا أبو الشيخ نير قيلهم بعد إن شاء الله قراءته على العموم حضوره طيب ما شاء الله تلاوته رائعة تلاوتك طيب يا سلطان أداءك للقرآن لما قريت وآية منك وقفت عندها بوقف رائع بتلاوة رائعة بأداء غيرت فيها النغم بطريقة رائعة فجزاك الله خيرا على هذا الأداء وعلى هذه التلاوة وعلى هذه الحلة البهية واطل هذه الندية اللي ركالها ولكن يا سلطان يعني وقعت في بعض الأخطاء ربما الخفيفة التي ينبغي أن تتنبه إليها لعل من الملاحظات الواضحة سلطان انت معي؟ من الملاحظات الواضحة في القراءة انتاعك في بعض الألفاظ مثلا في لفظ خير خير في موضعين في ثمين من اللي سئلت فيهم وفي قول الله عز وجل سيروا كأني على ثلاث مواضع كأني أراك تفخم الراء فيها خير وش فيها خير؟ خير الراء تفخم أو ترقق السبب وشنو هو؟ سهيد عفونا سلطان لأنها سبقت بياء فراء إذا سبقت بياء ساكن سكونا حيا أو ميتا لابد أن ترققها انت في خير كنت تفخمها في سير فخمتها أيضا تقرأ خير وليس خير أو خيرا خيرا أيضا من الملاحظات أيضا لتتنبه إليها في لفظ قال قال كت أن تضم القاف قال قال وانت لابد أن تفتح يعني الحرف جيدا قال ولا تقول قال تبدأها بالضم فهمتها؟ قال لا تبدأها بالضم وإنما بالفتح أيضا من الملاحظات يا سلطان التي ينبغي أن تتنبه إليها في باب الوقف والابتداء أيضا لما وقفت إنه هل يستطيع هل يستطيع يعني وقف في غير محله بعد استلاحة كلمة هل يستطيع ربك وفي الآية قبل الأخيرة أيضا لما ابتدأت ابتدأت إلا أنت سبحانك ما تبدأش أيها هكذا المعنى يختل لا إله إلا أنت سبحانك ما تقولش لا إله إلا أنت أو لا إله وبعد تبدأنا إلا أنت سبحانك هكذا يا سلطان ما شاء الله عليك من غير ذلك في لفظ ربا بعض الملاحظات الخفيفة أيضا في لفظ وأصلحنا الهمزة لم تحققها جيدا و الهمزة حققها لا تسهلها قريب سهلتها في لفظي أيضا هذه واضحة منك فظن أن لن نقدر عليه هنا عدنا حكم واسمه الإضغام وهذا النوع من الإضغام يسمى الإضغام ومش اسمه إضغام بغير غنى يسموه إضغام كامل لماذا؟ لأن النون تختفي كلية ما نقولوش و فظن أن لن أو أن لن أنت أعطيت لها شوية غنى وهي من المفروض النون تختفي تماما لا يبقى منها شيء فتقرأ فظن أن لن ألا من الهمز إلى اللا مباشرة وسلطان ما شاء الله تلوتك على العموم طيبة ورائعة وموفق إن شاء الله ونجح تفضل دكتور انتظر سلطان انتظر انتظر السلطان لا يغادر مقعدة سلطان سيد رضوان سيد الهادي الحسني هو من مدينة الصحابي الجليل على أشهر الأقوال سيد عقبة صح وهذه المدينة يجب أن تحظى برعاية خاصة من طرف السلطات وسلطان قلت من مدينة سيد عقبة وسيد عقبة في قبره لابد أن يفرح بك يا بني لذلك أستغل هذه الفرصة من هذا المنبر لأدعو السيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولايتي بسكرة وأنا أعرفه رجل طيب فاضل يعني يفعل الكثير من أجل القطاع صاحب خرجات للمساجد أدعوك سيدي أن تهتم بهذا البرعم اهتماما خاصا ولو تخصص له من يقرئه فن القراءة والإقراء من يعلمه الأداء الحسن من يجعله سلطانا في القراءة عندنا سلطين في الطرب والغناء أما هذا فهو سلطان في القراءة والإقراء أدعو السيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية بسكرة أن يخصص خاصة وأن في مدينة سدي عقبة معهد معهد للعلوم الشرعية فيها من الأكفاء من العلماء من المشايخ والقراء خصص له يا سيدي ولزملائه بارك الله فيكم وإن شاء الله عليك يا سلطان إن شاء الله يستجيب سيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية بسكرة إلى نداء الدكتور كمال قدو أن يهتم بهذا السلطان اكتشاف برنامج مزامير داود والأس